اشتركوا في القناة نشهدها حاضرة في بعض الدول والتي أضرت بمكوناتها وقال سمه أن مملكة البحرين مملكة التاريخ العريق والريادة والمواقف الوطنية الثابتة سوف تظل نبراسا للعطاء والانتماء الوطني الخالص الذي لا يتزعزع أبدا نوها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القاعدة العلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى أن مملكة البحرين وفي ضوء اللحمة الوطنية التي رعاها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي شكل فيها ميثاق العمد الوطني محطة بريزة في تاريخ مملكة البحرين الحديث قد نشن مرحلة همة من العمد الوطنية وانطلاقة مهمة جاءت على إثرها الكثير من المنجزات التي استلهمت مبادئ الميثاق التي سوف تظل الدعمة الأساسية لموصلة مسيرة التطوير في المملكة والتي من بينها رئيس البحرين الاقتصادي عشرين ثلاثين ومرتكازات مبادئها القائمة على الاستدامة والتنفسية والعدالة وتضمينها في مختلف الخطط والبرامج التنموية التي نتطلع لها وتكريسها وصول الأهداف المبتغى والمردودات الإيجابية التي تتضمنها مساعي التنمية في البلاد وقال السموه إن مملكة البحرين تقدر إسهامات القطاع الخاص ودوره الأساسي في الاقتصاد والتجارة في البلاد وأشار السموه إلى أن هذا الدور المتنامي والمواكب لكافة التغيرات يشهد أيضاً اهتماماً كبيراً لزيادة إسهاماته وتأكيد دوره من خلال ما شهدته الفترة الماضية من تشريعات وقرارات تصب في تعزيز دور الاقتصاد ومردوده المستدام بشكل عام وتعزيز دور هذا القطاع بشكل خاص والعمل على تذليل وتسهيل كافة الإجراءات أمامه خاصة مع ما يتم اتخاذه اليوم من مبادرات مهمة تسعى إلى خلق التحوض اللازم للقطاع العام من محركة الاقتصاد إلى مشرع ومنظم له وإسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة وتولي دوره الحقيقي والطبيعي في المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفادة حفظه الله ورعا جاء ذلك خلال زيارة السمو حفظه الله إلى مجلسي عائلة العريض وعائلة المدافع وعال الرحمة لفتا سموه إلى استمرارية البناء على ما تم إنجازه بسواعد أبناء البحرين وما أثمرت عنه من جهود أسست لقاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة والعمل نحو توظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفض مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق مردودات إيجابية على كافة المستويات وتعزيز مكانة البحرين كبيئة حاضن الاستثمار ومركز إقليمي ودولي لعمال المال والاستثمار مكنا سموه في هذا الجانب على حيوية القطاعات الخمسة التي يتم الآن الترويج لها واستقطاب الاستثمارات فيها وهي قطاعات السياحة والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحولية والنقل والخدمات اللوجستية وتفير البنى التحتية والبيئة المناسبة لانطلاقتها ونجاحها وإسهمها في خلق فرص العمل أمام أبناء الوطن وضاف سموه أن الارتقاء بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتسخير كافة الموارد وتخصيصها نحو كل ما يعمل على تحقيق الرضا لدى المواطن البحرينية وعرب سموه في هذا الصدد عن ارتياحه الكبير فيما يشهده الملف الإسكانية من وطيرة متسارعة في إنجاز المشاريع وتوزيعها لمستحقيها مشيرا إلى برنامج التنمية الخارجية ودوره في رفض مستويات التنمية والتطبير بما يلمس أثاره المواطن على أرض الواقع بوتيرة مستدامة في البنية التحتية والخدمات مضحا سموه أن الأهداف والأدوات التي حددها الملتقى الحكومية هي خطوة للتأكيد على الأولويات بما يتناسب مع مطلبات المرحلة الحالية التنموية لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات وقال سموه إن مستقبل البحرين ومواطنها يأتي في مقدمة الأولويات وهو محور مهم في الخطط والمبادرات الوطنية الرامية إلى تأكيد منظومة متكاملة تسعى نحو تنمية الإنسان البحريني بالتعليم والتدريب وتعزيز الفرص النوعية أمامه وتنمية أفق الإبداع والابتكار وريادة والتي تمكن أكثير من الشباب البحريني أن يستفيدوا من هذا الجانب حتى استطاعت المملكة بالبلورة نموذج يحتذا به على هذا الصعيد من جانبهم عبر أصحاب المجالس والحضور عن تقديرهم لسموه حفظه الله على ما يوليه من حرص بزيرة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم مشهدين باهتمام الغيادات الحكيمة في تعزيز مكتسبات المواطن البحرينية من خلال مختلف المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم مساعي التنمية والتطوير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر